بالتعاون بين لجنة الأرض والمسكن في القائمة المشتركة والمركز العربي للتخطيط البديل وقد اجتماع شرك فيه عدد من الأخصائيين المهنيين ومندوبين عن المركز العربي للتخطيط البديل ومركز عدالة وجمعية سيكوي ومؤسسة الميزان وتطرق الاجتماع لعدد من القضايا المتعلقة بهدم البيوت العربية وسبل مواجهة المخططات الحكومية وتجديد قبضتها الحديدية من خلال قانون كامينتس وناقش المشاركون عددا من الاقتراحات لمواجهة القانون العنصري وترح بدائل مهنية على مختلف الأصعد البرلمانية والقانونية والتخطيطية وصياغة برنامج عمل بالتنسيق بين كافة الأطور والمؤسسات والهيئات لمواجهة وإلغاء هذا القانون الخطير